المقدمة الثانية تحذير من النقص والاشتباه انني احذركم من نقصي واشتباهي لانني بصدد موضوع خطير هذا الموضوع اذا ما استوعبتموه ورتبتم عليه الاثار فانه سيقلق حياتكم سيزلزلها ساحاول ان اخفف من وطأته الى الحد المناسب ولذا لابد علي ان احذركم ان انبهكم من نقصي واشتباهي فهناك اسباب للنقص فيما اطرحه اسباب منطقية وحقيقية وواقعية السبب الاول النقص البشري الحالة البشرية التي تحكمني وتحكمكم البشر بعدم انتباهه صدقوني في حالات كثيرة في برامجي وغير برامجي يصدر مني كلام جملة عبارة لا اكون ملتفتا اليها ولو التفت اليها فانني سارفضها لان المعلومة الصحيحة التي امتلكها تخالف هذه العبارة التي نطقت بها وربما كررتها حينما اراجعها فانني اشخص خطأي وغفلتي فلا بد ان اشير الى هذا الامر لانني اريد ان اطرح في هذه الحلقات موضوعا حساسا وخطيرا جدا فاسباب النقص اولا النقص البشري ثانيا كثرة الكلام تؤدي الى كثرة الاخطاء فانا دائما اكثر الكلام الموضوعات متشعبة الاقوال التي اتحدث عنها كثيرة المصادر مختلفة الاراء متعددة والنصوص متشابهة تتدخل الامور خصوصا مع ضعف الذاكرة الذي بدأ يتسرب لي كلما تقدم بي العمر ذاكرة ايام شبابي تختلف اختلافا كبيرا عن ذاكرة في ايام هذه كلما تقدم العمر كلما تسرب الضعف والنسيان والخور الى هذه الذاكرة النقطة الثالثة ما تأثرت به منذ نعومة اظفاري بثقافة المنهج الطوسي انني نشأت على هذا المنهج نشأت في اسرة على هذا المنهج ونشأت في بيئة على هذا المنهج وصاحبت من الناس من هم على هذا المنهج ودرست على هذا المنهج ودرست على هذا المنهج ومشكلتي مع الكتب انني ألتهمها التهاما لقد التهمت كتب هذا المنهج أيام شبابي وأيام صباي التهمتها التهاما فتركت آثارها في طبقة الشعور عندي وفي طبقة اللاشعور طبقة الشعور إنني قادر على تنظيفها وقد نظفتها أما طبقة اللاشعور لا استطيع أن أنظفها وإدراك الإنسان أكثره في طبقة اللاشعور مشكلة كبيرة طبقة اللاشعور في إدراك الإنسان هي المساحة الأكبر ولا توجد نافذة أستطيع من خلالها أن أنظف هذه الطبقة ستبخى بأوساخها أحاول أن أغطيها أحاول أن أدثرها لكنها تنفلت في بعض الأحيان من بين الأغطية والحجوب التي وضعتها عليها فتخرج على لساني من دون شعور هذا هو واقع الإنسان هكذا يتحرك ويشتغل هذا الجهاز الرباني الذي اسمه الإنسان فماذا أصنع مع حالتي هذه لذا دائما أقول لكم إني لا أعطي ضمانا من أن الذي يصدر عني في برامجي وأحاديثي هو نقي بدرجة مئة بالمئة من قذاراتي ونجاساتي المنهج الطوسي تتسرب نجاساتي وقذارات هذا المنهج في أحاديثي من دون علمي من دون شعوري لأنها تشكل مساحة كبيرة من طبقة لا شعور عندي أحاول أن أتخلص منها لكنني لا أستطيع ذلك في كل الحالات على غفلة مني تتسرب هذه الأوساخ في حديثي أنا أعطيكم ضمانا أني أحاول أن أتجنب قذارة المنهج الطوسي النجفي الكربلائي بقدر ما أستطيع أعطيكم ضمانا أني سأحاول لكنني لا أعطيكم ضمانا من أن الذي يصدر عني هو نقي بدرجة مئة بالمئة من قذاراتهم من قذارات الطوسيين النقطة الرابعة أنا أتواصل معكم إعلاميا عبر بث مباشر البث المباشر هو مجموعة من الضغوط على الذي يمارسه خصوصا إذا كان البرنامج كهذا البرنامج كبرامج بشكل عام موضوعات بكر مسائل الشائكة مطالب عقائدية معقدة كلام يفتح على كلام تأصيل وتفريع في بث مباشر البث المباشر عبارة عن مجموعة من الضغوط من ضغوط التقنيات الإعلامية ومن الضغوط الشخصية وما يرتبط بتفاصيل البرنامج الذي يبث خصوصا إذا كان جادا وهناك الذين يراقبون الذين يراقبون لأجل الانتفاع فلابد أن أكون حريصا على أن أقدم لهم الشيء الذي ينتفعون به وهناك الذين يراقبون ني كي يتصيد خطأ اشتباها مشكلة لأجل أن يطبلوا بها في وسائل الإعلام وهناك وهناك هذا كله وغيره يشكل مجموعة ضغوط في مثل هذا العمل فيكون خلل هنا وخطل هناك وهذا أمر طبيعي جدا النقطة الخامسة نحن في عصر الغيبة وعصر الغيبة يكون فيه إيماننا ناقصا حينما يكون الإيمان ناقصا هذا يعني أن المعرفة ناقصة أقرأ عليكم من كتاب زيد الزرات وهو من أصولنا القديمة هذا الكتاب من الأصول التي ألفت زمان أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه المجموعة من أصول أصحابنا القدماء الأصول الستة عشر هذه الطبعة هي الطبعة التي حققها ضياء الدين المحمود الطبعة الأولى ألف أربعمية وثلاثة وعشرين هجري قمري دار الحديث قموا المقدسة في الصفحة السابعة والعشرين بعد المئة إنه الحديث العشرون زيد الزرات يقول هو صاحب الكتاب إنه ينقل الأحاديث بشكل مباشر عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه زيد يقول قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق صلوات الله عليه نخشى أن لا نكون مؤمنين زيد يقول لإمامنا الصادق نخشى أن لا نكون مؤمنين إمامنا الصادق قال له ولماذاك زيد يقول فقلت وذلك أن لا نجد فينا من يكون أخوه عنده آثر من درهمه وديناره ونجد الدينار والدرهم آثر عندنا من أخ قد جمع بيننا وبينه موالاة أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال إمامنا الصادق كلا إنكم مؤمنون ولكن لا يكمل إيمانكم حتى يخرج قائمنا فنحن في زمان الغيبة إيماننا ناقص إنكم مؤمنون بالإجمال ولكن لا يكمل إيمانكم حتى يخرج قائمنا فعندها يجمع الله أحلامكم فتكونون مؤمنين كاملين ولو لم يكن في الأرض مؤمنين كاملين إذن لرفعنا الله إليه هذا يعني أن في الأرض مؤمنين كاملين لكن عدتهم قليلة هم خواص أصحاب القائم صلوات الله وسلامه عليه وَلَوْ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ مُؤْمِنين كاملين إذن لرفعنا الله إليه فنحن في زمان الغيبة وزمان الغيبة لا تكون الحقائق واضحة فيه بشكل مطلق البيانات تكون إجمالية وعينما نتحدث عن بيان كامل في زمان الغيبة فهذا التعبير فيه مسامحة واضحة زمان الغيبة له خصائصه نحن في مرحلة من مراحل التأويل البيان البيان التأويل بيان تدريجي وابتدأ التدريج منذ بيعة الغدير ولا زال متواصلا إلى يوم ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه حينئذ ندخل في مرحلة تكامل التأويل هذه نقاط أردت ذكرها كي تعرف أسباب النقص والاشتباه فيما أطرحه في هذا البرنامج أو في سائر البرامج الأخرى وهذا يترتب عليه أن تكون على يقضة أن تكون متيقظين في متابعة هذه البرامج ليس بخصوص أنا أن تكون متيقظين في متابعة ومتابعة غير لا بد أن تكون حريصين على دينكم وإلا ستذهبون في مضيعة ومتاهة جديدة إذن مقدمتنا الأولى ما بين الدين والمذهب ومقدمتنا الثانية تحذير وتنبيه من النقص والاشتباه في حديثي وبرامجي وبينت لكم الأسباب بنحو إجمالي المقدمة الثالثة أسس أسس البحث بين آل محمد وآل طوس أتحدث عن الأسس التي أعتمدها في بحثي في هذا البرنامج وفي غيره لكنني أحدثكم الآن عن هذه الحلقات التي سأتحدث فيها عن المذهب الطوسي أسس البحث بين آل محمد وآل طوسي أوجزها لكم ما يرتبط بآل محمد ألخصه في النقاط التالية أولا ما جاء في دعاء علقمة الدعاء الذي يقرأ بعد زيارة عاشورة أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان نخاطب محمدا وآل محمد ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى هذا هو الأساس الأول الذي أعتمده في بحثي ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى هذا الأساس الأول الأساس الثاني مر ذكره قبل قليل في الزيارة الجامعة الكبيرة حينما أعلن براءتي من كل وليجة دونه هذا هو الأساس الثاني براءتي من كل وليجة دونهم صلوات الله عليه الأساس الثالث البيعتان بيعة الغدير الأول وبيعة الغدير الثاني ومرت الإشارة إليهما قبل قليل وأنا أحدثكم في المقدمة الأولى التي عنوانها ما بين الدين والمذهب الأساس الرابع المصدر القرآن المفسر بتفسيرهم والحديث المفهم بتفهيمهم هذه أسس بحثي حينما أبحث في فناء آل محمد ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى إنني أبرأ من كل وليجة دونكم أبايعكم بيعة الغديرين الغدير العلوي والغدير المهدوي وأسعى بكل ما أستطيع قطعا بتوفيقكم أن أكون وفيا وصادقا ومخلصا لهاتين البيعتين الأساس الرابع والأخير مصادر قرآنكم سادتي آل محمد المفسر بحسب منهج تفسيركم وحديثكم المفهم بحسب منهج تفهيمكم قطعا بحدود ما أتمكن بحدود فهمي بحدود عقلي مع نقصي وقصوري وتقصيري واشتباهي الذي أشرت إلى أسبابه قبل قليل هذه أسس بحثي في فناء آل محمد أما أسس بحثي في فناء آل طوسي فإنني أعتقد أن الجهل المركب قد سيطر على عقولهم وقلوبهم من أولهم إلى آخرهم ومن كبيرهم إلى صغيرهم لقد سيطر الجهل المركب عليهم تمام السيطرة كل ما عندهم أخذوه من العيون الكدرة القدرة ولذا فهم لا يريدون ما يأتي من العيون الصافية الطاهرة نتاج هذا حيرة في داخلهم وريبة من قبلهم في دينهم وعدم وضوحهم للذي وصلوا إليه يترتب عليه كذب وخداع يضحكون به على الشيعة بقدر ما يستطيعون أن يستحمروا الشيعة وأن ينتفعوا منهم وهذا هو الذي وجدته على أرض الواقع عمليا بنحو محسوس بما عايشته فأنا ابن هذا الواقع وأنا جزء منه وبما اطلعت عليه من تفاصيل الواقع في ماضي الأيام منذ أن أسس الطوسي مذهبه المشؤوم اللعين هذا هذه الأسس التي وفقا لها أبحث في أفنية آل طوسي تلاحظون الفارق العظيم والكبير بين أفنية آل محمد وأفنية آل طوسي وأنا حينما أتحدث عن آل طوسي بهذا اللسان لست متحاملا عليه هذه هي الحقيقة وهذا ما سأعرضه لكم من كتبهم وأنتم حكموا بأنفسكم سأعرض لكم الحقائق من كتب الطوسي نفسه مؤسس المذهب فماذا تريدون أكثر من ذلك سآتي بكتب الطوسي وسأقرأ عليكم من كتبه كي أبين لكم مذهب ضلاله الحلقات فيما بيننا الأيام فيما بيننا الأيام القادمة التي ستكون أياما لهذه الحلقة هي التي ستكون فيما بين وبينكم سأضع الحقائق واضحة جلي كذابون هؤلاء يسمون مذهبهم بالمذهب الجعفري إمامنا الصادق ليس عنده من مذهب هناك دين واحد هو دين محمد وعلي هذا هو دين صادق ليس هناك من مذهب جعفري ليس هناك من مذهب إثنى عشري هذه أكاذيب هذا تزييف وتغطية للمذهب الطوسي تجميل لمذهب الضلال هذا بهذه العناوين المضللة وهي وهي عنوين ضلال لا يوجد شيء اسمه المذهب الاثنى عشري أتحدث عند محمد وآل محمد هناك الدين الاثنى عشري هناك الدين المهدوي هناك الدين الجعفري وهو دين الله وذلك دين القيمة ولا يوجد مذهب هنا المذاهب من صناعة الإنسان وهذا الذي تردده الشيعة من الحفاظ على المذهب في سبيل نصرة المذهب هذا من ضلال الشيعة وخيبتهم ليس هناك من مذهب عند محمد وآل محمد هؤلاء الضلال في النجف وكربلاء يريدون لرأس الصادق صلوات الله عليه أن يساوي رأس أبي حنيفة ورأس الشافعي ورأس الطوس يريدون للرؤوس أن تكون متساوية أي رأس هذا الذي يمكن أن يكون مساوياً لرأس جعفر الصادق أي رأس رأس من هذا هم أحرار في صناعة مذاهبه أما أصحاب الدين محمد وآل محمد هؤلاء عندهم دين واحد هو دين الله وذلك دين القيمة الباقر يقول القيمة فاطمة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر